بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الدفع الثامن عشر وعلى آله وأصحابه أجمعين ما زلنا مع قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وقد انتهينا إلى قوله تعالى في هذه الآية فالآن باشروهن وابتعوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل وقلنا إن هذه الآية نزلت بعدما شرع الصيام في أول الأمر في فترة تشمل في فترة تشمل الليل والنهار ما عدا ما بين العشاءين فكان المسلمون يفطرون ويأكلون ويشربون ما بين العشاءين المغرب والعشاء ومن نام قبل صلاة العشاء حرم عليه الأكل والشرب هذا في أول الأمر ولما شق ذلك على المسلمين نسخوا الله بهذه الآية تخفيفا عنهم فهذا من نسخ الحكم الأثقل بالحكم الأخف والنسخ جائز في القرآن الكريم ينسخ الله ما يشاء سبحانه وتعالى يشرع ما يشاء ثم ينسخ ما يشاء لأجل مصالح العباد لما كانت مصلحة العباد في أن يكون الصيام من الفجر إلى الليل ويتتاح لهم الحرصة في كل الليل بالفطر رحمهم الله سبحانه فنقلهم من الصيام الطويل إلى الصيام القصيد فقال الآن باشرهن بعد نزول الآية باشرهن أي النساء التي كنتم ممنوعين من مباشرتهن بعد العشاء الآن باشرهن لأن الزوج لأن كل من الزوجين يحتاج إلى إلى الآخر لقضاء وطره شيء أباحه الله جل وعلا للعباد لحاجتهم إليه الآن باشرهن قلنا قلنا إن الله سبحانه للقرآن يعبر عن الأشياء المستكرهة بألفاظ بألفاظ كنايات يحصل بها المقصود فعبر عن الجماع بالمباشرة الآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم ما كتب الله لكم أي ما قدره لكم أو ما شرعه لكم وهذا فيه فعل الأسباب وأن الإنسان لا يتكل على ما كتب له ويقول المقدر حاصل ويعطل الأسباب لا الله أمرنا باتخاذ الأسباب في هذه الآية وابتغوا ما كتب الله لكم اطلبوا فهذا فيه فعل السبب وأنه لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى ولا ينافي القضاء والقدر بل إنه يتماشى مع القضاء والقدر فلا يتكل الإنسان على ما كتب له في القدر يترك فعل الأسباب فأو ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى هذا إباحة هذا أمر إباحة هذا يسميه العلماء أمر الإباحة لأن الأمر إذا جاء بعد حضر فهو للإباحة وهنا جاء الأمر بعد الحضر لأنهم كانوا ممنوعين من الأكل والشرب بعد العشاء ثم إن الله أمرهم أن يأكلوا ويشربوا إلى طلوع الفجر فهذا أمر إباحة مثل قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ومثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيدة وأنتم حرم ثم قال فإذا حللتم فاصطادوا هذا أمر إباحة كلوا واشربوا كلوا من ما أباح الله جل وعلا من الطعام من الفواكه من ما أباح الله من الأرزاق التي تحصل بأيديكم كلوا واشربوا اشربوا من المباحات من الأشرب هالمباحات من كل شراب أباحه الله من الطيبات كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود أي حتى يطلع الفجر الثاني يطلع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق الذي لا يأتي بعده ظلام هذا هو الفجر الثاني الذي يحرم على الصايم الطعام والشراب ومباشرة الأهل طلوع الفجر أما ما لم يطلع الفجر فإن المسلم مباح له أن يأكل ويشرب ويباشر أهله إلى آخر الليل إلى آخر الليل ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت فهذا يوافق قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فيباح الأكل والشرب والجماع إلى آخر الليل آخر لحظة من الليل فإذا طلع الفجر وتبين قال حتى يتبين فلابد أن يتبين الفجر بيانا لا لبس فيه فيتبين لكم الخيط الأبيض وهو بياض النهار من الخيط الأسود وهو ظلام الليل فهذا فيه أن طلوع الفجر هو المحرم للأكل والشرب والجماع بالنسبة لمن يريد الصيام من يريد أن يصوم ويعرف طلوع الفجر بالمشاهدة طلوع الفجر يعرف بالمشاهدة ويعرف بالأذان إذا كان المؤذن يتقيد بطلوع الفجر يتقيد بالتوقيت فإنه يعمل بأذانه فإذا شرع في الأذان يمتنع الأكل والشرب لأن أذانه علامة على طلوع الفجر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم فإذا كان المؤذن حاذقا عارفا بالوقت فإنه يعمل بأذانه ويعتمد في الصيام وكذلك يستعان بالتقويم توقيت التوقيت الذي يسمى بالتقويم وهو الحساب الفلكي الذي يذكر وقت طلوع الفجر يحدد وقت طلوع الفجر بالساعة والدقيقة يعمل به لأنه قرينة قرينة على طلوع الفجر وكذلك يعمل بالخبر خبر الثقة إذا أخبره ثقة لأن الفجر قد طلع فإنه يمسك لأن ابن أمي مكتوم يعتمد على خبر المخبرين له لأنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبح أصبح يعتمد على خبر المخبرين له هذه الأمور يعتمد عليها في معرفة طلوع الفجر أولا المشاهدة إن كان يشاهد طلوع الفجر ثانيا أذان المؤذن ثالثا خبر الثقة رابعا تقويم الحساب الفلكي المحدد في النتائج اليومية فهذه الأمور يعتمد عليها منها ما هو قطعي مثل مشاهدة الفجر وخبر الثقة ومنها ما هو قرينة منها ما هو قرينة قوية فالصائم يعتمد على هذه الأمور كلوا واشرب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وحين وحينئذ يمتنع الأكل والشرب والمفطرات ثم أتم الصيام أتم الصيام إلى الليل الصيام الإمساك عن المفطرات مع النية إمساك عن المفطرات مع النية قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى هذا عام لجميع الأعمال والصيام خاصة صيام الفر ورد فيه دليل خاص قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل أو يعزم النية من الليل فالصيام هو الإمساك عن المفطرات مع النية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ولا بد أن تستمر النية إلى غروب الشمس نية الصيام فلو نوى الإفطار في أثناء النهار لو نوى الإفطار في أثناء النهار بطل صيام صيام الفرد لأنها عدمت النية ومضى جزء من النهار ليس فيه نية فلو فلو نوى الإفطار أفطر حتى ولو لم يأكل ولم يشرب لانقطاع النية فلو نوى الإفطار ثم أراد أن يرجع إلى الصيام وقال لا ما أنا مفطر أكمل نقول لا أنت قطعت النية وبطل صيامك فلابد من قضاء هذا اليوم إنما هذا في صيام النفل هو الذي يصح بنية من النهار أما صيام الفرض فلا يجوز قطع النية فيه بل لا بد أن تستمر النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع الإمساك عن المفطرات وفي قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فائدة عظيمة وهي أن الإنسان له أن يجامع زوجته إلى أن يطلع الفجر إذا طلع الفجر يمسك لأن الله حدد ذلك قال باشروا هن وابتغوا وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فلو فلو يتبين وستمر إلى ما بعد طلوع الفجر ولم ينتهي إلا بعد طلوع الفجر فإنه فسد صيامه لأنه مضى جزء من النهار وهو في حالة مع زوجته كما لو تعمد الأكل والشرب بعد طلوع الفجر فإن صيامه لا يصح لو تعمد الأكل والشرب وكمل قال بكمل وبأشبع وأنا ما شربت ماء بأشرب وهو طالع عن الفجر يبي استدرك نقول لا ما دام طلع الفجر انتهى كل شيء أمسك عن هذه الأمور قال أنا ما استيقظت لم تأخر ولا تسحرت ولا شربت نقول خلاص ما فيه سحور الآن ولا فيه ولا فيه شرب ولا إذا طلع الفجر الله حدد لك هذا باشروهن وابتعوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى لأن حتى غاية يخالف ما بعدها ما قبلها حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر لأن بعض الناس وكثيرا ما يسألون يقول والله أنا ما استيقظت لم تأخر ولما استيقظت إلي جوعان وشلون بصوم وأنا ما أكلت عطشان وشلون بصوم وأنا ما شرب يقول فات فات الأكل والشرب لطلوع الفجر ولا يجوز لك تأكل وتشرب ولو أنك جوعان ولو أنك عطشان أنت اللي فوت على نفسك هذا الشيء الله حدد لك حدا واضحا لا لبس فيه فلا تتعدى حدود الله سبحانه وتعالى إذا طلع الفجر في رمضان أو في غير رمضان لمن يريد الصيام لمن يريد الصيام فرضا أو نافلا إذا طلع الفجر إنتهى وقت تناول الأكل والشرب وما في معناه لكن لو انتهى الفجر لو طلع الفجر وهو عليه جنابه حصل منه جماع في الليل حتى ولو قرب الفجر أو احتلام احتلم في الليل ولا استيقظ إلا قبيل طلوع الفجر ما استيقظ إلا قبل طلوع الفجر بيسير وقت يمكنه تسحر فقط يقول له ابدا بالسحور تسحر كل واشرب وخل الاغتسال بعد الفجر لا بأس بذلك لأن الله جل وعلا يقول باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فكل واشرب وخل الاغتسال بعد الفجر يصح الصيام ولو النكر لست على طهارة الصيام لا تشترط له الطهارة تسحر كل واشرب ثم بعد ذلك تغتسل وهذا كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب عليه الصلاة والسلام يتسحر ثم يغتسل بعد طلوع الفجر هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومثله الحائض الحائض والنفسا إذا انقطع دمهما عند طلوع الفجر فإنهما يتسحران ويتركان الاغتسال إلى ما بعد الفجر الحائض والنفسا إذا طهرت عند الفجر تبدأ بالسحور وتنوي الصيام ثم تغتسل عن الحيض وعن النفاس بعد طلوع الفجر لأن الاغتسال لا علاقة له بالصيام الاغتسال للصلاة وليس للصيام حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل هذا وقت الصيام ما بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس والمراد بالليل غروب الشمس الليل يبدأ بغروب الشمس النهار يبدأ بطلوع الفجر والليل يبدأ بغروب الشمس والصيام ما بين هذين الحدين ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس ويوخذ من هذا التحديد الإلهي يوخذ المبادرة بالإفطار عند غروب الشمس السنة أن الصايم يبادر بالإفطار إذا غربت الشمس ولا يقول أو أريد أريد زيادة الأجر أبصبر إلى صلاة العشاء أو إلى منتصف ما بين العشاءين أبصبر زيادة أجر نقول لا ليس لك أجر في هذا هذا بدعة هذا بدعة إذا غربت الشمس هذا هو الحد الفاصل قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم أفطر خلاص حتى لو ما أكل ولا شرب أفطر انتهى الصيام فلا يقول بزيادة أجر وبصبر إلى بعد ساعة أو نصف ساعة أو إلى صلاة العشاء نقول لا هذا مخالف مخالف للسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحب يروي عن ربه عز وجل أن الله يقول أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة أعجلهم فطرة فإذا غربت الشمس بادر بالإفطار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بذلك بقوله فقد أفطر الصائم وبفعله عليه الصلاة والسلام فكان يخطر إذا غربت الشمس مباشرة هذا لمن لا يريد الوصال أما الذي يريد الوصال والوصال معناه أن يصل الصياما بصيام ولا يفطر بينهما يصل صياما بصيام ولا يفطر بينهما هذا هو الوصال يعني يصوم يومين ثلاثة أربعة أكثر بدون أن يفطر بين الأيام هذا يسمى للوصال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله كان يواصل عليه الصلاة والسلام لكنه نهى أمته عن الوصال قالوا يا رسول الله إنك تواصل قال إنكم لستم مثلي أو أنا لست كهيئتكم إني أبيت لربي يطعمني ويسقيني فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم الوصال بين الأيام بالصيام هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد يواصل أياما ولا يفطر ويقول الرسول فعل هذا نقول نعم الرسول فعل هذا لكنه خاص به ونهى الأمة عن الوصال إلا أنه رخص بالوصال إلى السحر فقط فقال من كان مواصلا فليواصل إلى السحر من كان مواصلا ولا الأفضل أنه ما يواصل لكن من كان ولا بد فليواصل إلى السحر هذه رخصة لمن يريد الوصال أن يواصل إلى السحر والأفضل أن يفطر عند غروب الشمس هذا هو الأفضل أما أن يواصل اليومين والثلاثة هذا لا يجوز هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئاتكم إني أبيت لربي يطعمني ويسقيني والله أعلم ما هو هذا الطعام وهذه السقية الله أعلم بها ما ندري هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا تحديد السحور تحديد الإفطار وينبغي تأخير السحور ينبغي تأخير السحور إلى آخر الليل يكون آخر السحور عند طلوع الفجر لأن هذا أقوى للصايم لأن هذا أقوى للصايم ولأنه عمل بقوله تعالى كُلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر والسنة تأخير السحور وتعجيل الإفطار هذه هي السنة تأخير السحور بعض الناس الآن يخالفون هذه السنة مع الأسف يسهرون الليل فإذا أقبل الفجر أكلوا وشبعوا ثم ناموا ثم ناموا وقد يتركون صلاة الفجر مع الجماعة أو يؤخرونها عن وقتها هذا يفعله بعض الناس الذين يسهرون الليل على أعمال الدنيا أو على القيل والقال واللهو واللعب أو اليوم على مشاهدة الشاشات الفضائية وما يبثوا فيها يسهرون أو بعد المسلسلون الآن وشغلت الناس يتابع هذه الأمور في الليل ثم إذا انتهت أو هو انتهى منها لبعضها ما هو بينتهي ليل نهار لكن هو انتهى منها يأكل يشرب ويملأ بطنه ويحتاط لبطنه ثم ينام يترك 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 السحور عند طلوع الفجر ويترك ما هو أشد وهو صلاة الفجر مع الجماعة أو ما هو أشد وهو الصلاة في وقتها ولا يصلها إلا الضحى وقد يضيع معها فرائض النهار أيضا فينام إلى غروب الشمس ما يقوم إلا للإفطار هذا مصيبة أي صيام هذا يصوم وضيع الفرائض الصلوات آكد من الصيام الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي عمود الإسلام الصيام هو الركن الرابع يضيع الصلاة ويصوم أي صيام من هذا الواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يقف عند حدوده وأن يؤدي فرائضه ولا يتلاعب بدين الله عز وجل لا يتلاعب بالدين بل يعمل بالدين كما شرعه الله سبحانه وتعالى فالسحور ينبغي أن يؤخر إلى آخر الليل وينتهي عند طلوع الفجر النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسحروا فإن في السحور بركة وسماها الغداء المبارك السحور غداء مبارك لأنه يستعان به على الصيام على طاعة الله سبحانه وتعالى فينبغي للمسلم أن يفطل لهذا الأمر ويتقيد به حتى يكون صيامه وعباداته على الوجه المشروع حتى ينتفع بها ولا تكون تعبا بدون فائدة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لصالح القول والعمل وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والعمل بالسنة والابتعاد عن البدع والمحدثات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ وبارك في علمك وعملك وعمرك وهذا سائل يسأل فيقول أتيت من بلدي إلى مكة للدراسة ولم أكن أريد العمرة هل أستطيع أن أعمل عمرة الآن وأنا في مكة ومن أين أحرم نعم لك أن تعمل عمرة وأنت في مكة تخرج إلى إلى الحل إلى خارج الحرم تحرم إما من التنعيم أو من الجعرانة أو من عرفة أو من الشميسي من الحديبية خارج الحرم المهم أن تخرج خارج الحرم وتحرم بالعمرة ولكن بقاؤك في مكة وتعبدك في المسجد الحرام أفضل من الخروج للعمرة أفضل لك من الخروج للعمرة نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ يقول السائل جلوس المر ورجله ممدودة باتجاه الكعبة هل فيه حرام أو سوء آدم مع الله أم لا شيء فيه لا شيء فيه لا شيء فيه نكتمد رجليك إلى الكعبة وانت جالس لأن هذا ما أعلم إن فيه نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم والإنسان يعمل ما هو ما هو أريح له ولا يمنع شيء إلا بدليل نعم يقول السائل أي الكتب التي يبدأ بها طالب العلم المبتدئ في التفسير والفقه والعقيدة والسيرة وجزاكم الله خيرا طالب العلم لا يبتدي على نفسه لا بد أن يبتدي على عالم من العلماء لا بد أن يبتدي مع عالم من العلماء والعالم هو الذي يوجهه إلى الكتب التي يريد أن يعلمه إياها ويشرحها له أما إن الراغب في العلم يشتري كتب ويطالعها أو يحفظها بدون مدرس وبدون معلم فهذا لا 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 يحصل به العلم فقد يحصل به الضرر قد يفهم أشياء على غير وجهها قد يفهم الأمور على غير وجهها وكثيرا ما حصل الخلل من هؤلاء المتعالمين الذين يدرسون على الكتب يدرسون على أنفسهم ويحفظون ويظنون أن هذا هو التعلم لا تعلم على العلماء على أهل العلم تلقي التعلم تلقي العلم يوخذ بالتلقي لا يوخذ من الكتب فقط نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ يقول السائل ما موقف المسلم تجاه ما يراه يوميا من مخالفات وبدع في المسجد الحرام فهي للأولى في هذا المقام الاشتغال بالعبادة وقراءة القرآن والذكر والأمر المعروف النهي عن المنكر وخاصة وهو معتكب لا شك أن إنكار المنكر واجب قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فيجب إنكار المنكر إذا كان المنكر ظاهرا في المسجد الحرام وفي غيره فالذي يرى منكرا ينصح صاحبه ينصح صاحبه هذا من الإنكار باللسان ينصحه ويبين له فإذا لم يجتي تجدي النصيحة فإنه يبلغ المسؤولين في المسجد الحرام يبلغ الهيئة هيئة المسجد الحرام هيئة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر الذين وكل إليهم الأمر بالمعروف النهي عن المنكر في المسجد الحرام يبلغهم يبلغ الرئاسة رئاسة شؤون الحرمين عما رأى في المسجد الحرام من المنكرات من أجل أن يعملوا على إزالتها نعم وهذا من العبادة هذا من العبادة ولا يمنع الاعتكاف لا يمنع أنه يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر بحسب استطاعته ومقدرته نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز قطع الاعتكاف بالسير مع الجنازة إلى المقبر ودفنها في مكانها لا المعتكف لا يزور مريضا ولا يشيع جنازه يبقى في اعتكافه لأن ما هو فيه أفضل فيبقى في معتكافه ولا يخرج لزيارة مريض أو لتشيع جنازه نعم يقول السائل ما حكم الأنشيدة التي تتداولها التسليلات الإسلامية وما هو الضابط فيها هذه من اللهو هذه من اللهو التي شغلت شباب المسلمين والنساء فالواجب منعها لأنها شغلت شباب المسلمين شغلت النساء خاصة وأشغلتهم عن تلاوة القرآن وعن ذكر الله عز وجل صاروا يتلذذون بها ويطربون عندها فهي فتنة في الواقع يجب منعها نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ يقول السائل بعض طلاب العلم المبتدئين يتكلمون في أخطاء بعض المشايخ من أهل البدع ما حكم هذا العمل هذا السؤال أجبنا عنه قلنا الواجب على طالب العلم أن يشتغل بطلب العلم وأن يكف لسانه عن الكلام في الناس عموما وفي العلماء على وجه القصوص يمسك لسانه ويطلب العلم يطلب العلم حتى يعرف الصحيح من غير الصحيح فقد يكون هذا الذي يتكلم أنه ما فهم الواقع ويظن هذا خطأ وهمه خطأ لأن علمه قليل وقاصر فيظن الصواب خطأ ويظن الخطأ صوابا فالواجب على شباب المسلمين وعلى طلبة العلم أن يشتغلوا بطلب العلم النافع ويترك القيل والقال والكلام في الناس نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وهذا سائر يقول نريد الاعتكاف لعشر الأواخر من رمضان فمتى تكون بدايتها هل ليلة العشرين أم ليلة الواحد والعشرين أتابكم الله العشر الأواخر تبدأ بغروب الشمس ليلة الواحد والعشرين غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين وتنتهي بغروب الشمس ليلة العيد نعم يقول السائل ما حكم صاحب العذر الذي يتوضى لكل صلاة في صلاة الضحى والعيد فهل تصلى بوضوء الفجر أم أنه ينتقض وضوءه نعم ما حكم صاحب العذر الذي يتوضى لكل صلاة في صلاة في صلاة الضحى والعيد فهل تصلى بوضوء الفجر أم أنه ينتقض إذا كان حدثه دايم يتوضى لكل صلاة إذا أراد الصلاة فريضها ونافلة فإنه يتوضى لأن حالته استثنائية فيتوضى عندما يريد الصلاة ويصلي ولو خرج منه شيء في الصلاة أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وهذا سائل يقول حججت بعمة العام الماضي فمرضت في مزدلفة فنقلتها إلى الفندق وتركنا المبيت في ميناء الليلة الأولى لشدة مرضها ثم ذهبنا إلى ميناء الليلة الثانية لتحسن صحتها وبتنا بميناء ثم تعجلنا فهل علينا فدية وإذا لم نستطع الفدية فهل نصوم عشرة أيام أفيدونا جزاكم الله خيرا المريض الذي يحتاج إلى العلاج يسقط عنه المبيت بميناء المريض الذي يحتاج إلى العلاج في المستشفى أو في بيته أو لا يستطيع البقى في ميناء يسقط عنه المبيت لا شيء عليه وكذلك من يصاحبه من يرافقه إذا احتاج المريض إلى من يرافقه للخروج من ميناء ويصاحبه في المستشفى أو في بيته فإنه يسقط المبيت عن المرافق أيضا نعم ولا شيء عليكم نعم أهتابكم الله سائر يسأل ويقول امرأة من بلد أخرى أتت إلى السعودية اللي قامت بها وتريد أن تخرج زكاة حليها فهل تخرجه على سعر الذهب في السعودية أم على سعر الذهب في بلادها وتخرجه في بلادها أم هنا رزاكم الله خيرا تخرجها على سعر الذهب في البلد الذي هي فيه في البلد الذي هي فيه وقت إخراج الزكاة نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ يقول السائل ما هو قولكم في من يقول أن في الصحابة غثائية قلنا لكم اتركوا عنها لأسئلة هذه هذا كلام تافه ولا قيمة له ولا يلتفت إليه الصحابة رضي الله عنهم هم أفضل هذه الأمة بإجماع المسلمين ولا أحد يتكلم فيهم ولا أحد يتنقصهم إلا منافق أو مبتدع ما يتنقص الصحابة إلا منافق أو مبتدع هذه قاعدة أما أهل السنة والجماعة فيعظمون الصحابة ويقدرونهم ويجلونهم ويترضون عنهم ويحبونهم ويقتدون بهم لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أوصى بهم نبينا صلى الله عليه وسلم فقال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة لو أنفقت مثل جبل أحد ذهب ذهب أحمر خالص ما يعادل مد من الشعير يتصدق به الصحابي مد من الشعير أو من التمر تصدق به الصحابي ما يعادله مثل أحد ذهب من غيرهم مثل أحد فأين اللي يتكلم بالصحابة رضي الله عنه إلا منافق والمنافقون معلومون أو إنه مبتدع يبغذ الصحابة لأنه مبتدع والصحابة ينهون عن بدعته ويخالفونه في بدعته فهو يبغذ كل من خالفه من الصحابة وغيرهم نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وهذه سائلة تسأل فتقول ما حكم زكاة الأم لولدها المتزوج لا تجوز زكاة الوالد لولده ولا زكاة الولد لولده زكاة لا تجوز من الوالد لولده ولا من الولد لولده نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وهذا سائل يسأل فيقول رجل أراد أن يتنفل وأن يصل السنن الرواتب التي بعد الصلوات في الحرم المكي نعم فهل رجل أراد أن يتنفل وأن يصل السنن الرواتب التي بعد الصلوات في الحرم المكي فهل له فعل السنن خاصة أنه مسافر وقيل أن السنة تسقط في السفر المسافر يصلي مع المسلمين في الحرم ويتم الصلاة ما يجوز لها القصر يصلي وحده يقول أبا قصر لا يصلي مع المسلمين ويتم الصلاة مع المسلمين ويأتي بالنوافل يأتي بالنوافل نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ وهذا سائر النساء فيقول أديت العمرة وطفت خمسة أشوار وسعيت وحلقت ولكني شككت في عدد الأشوار هل سبعة أو خمسة إن كان الشك حصل عندك في حالة الطواف فلابد أن تكمل ولابد أن تبني على اليقين إذا شككت هل هي ستة أو سبعة اجعلها ستة شككت هل هي خمسة ولا ستة اجعلها خمسة ابن علي اليقين وهو الأقل أذا إذا حصل الشك في نفس العبادة في أثناء العبادة أما إذا كان الشك ما حصل إلا بعد ما فرغت من العمرة فلا تأثير له ولا تلتفت إليه الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ وهذا سائر النساء فيقول والدي يخرج زكاة الفطر من النقود وأنا أنصحه ولكنه يقول النقود يستفيد به الفقير أكثر فهل يجب علي أن أخرج الزكاة عن نفسي أم لا الواجب على المسلم أنه يخرج ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يخرج شيئا يخالف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول أمر بإخراج الطعام وقدره بالصاع صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط ولم يقل أو كذا وكذا من الدراهم عشرة دراهم أو خمسة دراهم ما قال الرسول هذا فإذا كان الواحد يتبع هواه فله ما أراد لنفسه وإن كان يريد يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فلينفذ ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا كان والدك مصر على إخراج القيمة فلا تطعه أخرج عن نفسك من الطعام الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز للمقيم أن يجمع الصلوات بسبب المرض؟ نعم إذا المريض يحتاج إلى الجمع يجمع المرض من الأعذار التي تبيح الجمع إذا كان الجمع أرفق به يجمع الحمد لله نعم يقول السائل هل التكبير والتحميد والتهليل من أول سورة الضحى إلى سورة الناس يمكن أن يؤتى به في الصلاة؟ لا يؤتى به لا في الصلاة ولا خارج الصلاة لأنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يؤتى بالتكبير في آخر القرآن لا في الصلاة ولا خارجها نعم فضيرة الشيخ أنا رجل أخذت على أناس أشياء بظل قبل سنوات والحمد لله تبت إلى الله من ذلك فماذا علي الآن؟ علما بأني أذكر بعض هذه الأشياء وبعضها لا أذكرها ولا أذكر صاحبها فماذا علي من الأشياء التي لا أذكرها؟ وجزاكم الله خيرا حقوق الناس لا بد من أدائها إلا أن يسمحوا عنها فعليك أن تؤدي الحقوق إلى أهلها إذا كنت تعرفهم تؤديها إليهم بأي طريقة وبأي وسيلة ولا تبرى ذمتك إلا بذلك أو أن يسمحهم عنها وإذا كنت لا تعرفهم تعذر عليك معرفتهم فتصدق بها على أن أجرها لهم وأن تتخلص منها وإذا كنت لا تعرف مقدارها فقدرها اجتهد في تقديرها واحتط وتصدق بها أو أعطها لهم إن كانوا إن كنت تعرفهم نابد من هذا الأمر نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ تقول السائل هل يجوز للرجل أن يصلي صلاة التهجد من المصحف إذا كان ليس بحافظ الكثير من القرآن وجزاكم الله خيرا نعم يجوز يجوز للمصلي بالليل والمتنفل يجوز أنه يقرأ من المصحف إذا كان لا يحفظ القرآن يجوز هذا نعم يقول السائل بعض أصحاب الأعمال يحدد الدوام للعمل من الساعة الثامنة إلى الثالثة صباحا أي سبع ساعات ولذلك لا يستطيع العاملين صلاة التراويح وإنما العشاء فقط ما الحكم في ذلك حتى يتمكنوا من صلاة التراويح صلاة التراويح ليست واجبة ليست واجبة عليهم فلو لم يصلوها لا شيء عليهم لكن إذا أرادوا عندهم رغبة في الخير يصلون بعد ما ينتهي العمل يصلون ما تيسر بعد نهاية العمل أو من آخر الليل نعم أصل الله إليك فضيلة الشير يقول السائل عندي في البيت أخواتي تبرجنا وتلبسنا البنطالون وتخرجنا به ولكن بعضهن يصلين وقد بينت لهم شيئا من هذا وأنه حرام وأبينا يطعنني فهل يجوز لي هجرهن ونحن نسكن في بيت واحد هذا من سوء التربية للبنات هذا من سوء التربية للبنات ومن الإهمال الواجب على أولياء البنات أن يربوهن على الحجاب وعلى الحياة والحشمة وأن يقوموا عليهن ويلزموهن بالحجاب لأنهم قائمون عليهن الله جل وعلا يقول الرجال قوامون على النساء المرأة تحتاج إلى قوامة يجب على قيم المرأة أن يلزمها بالحجاب وأن يؤدبها إذا خالفت وأما موقفك أنت مدام الوالد موجود المسؤولية عليه لكن موقفك أنت موقف النصيحة تناصحهن وتخوفهن بالله عز وجل فإذا لم يمتثلن وكان في هجرهن زجر لهن إذا كان الهجر فيه زجر لهن وفيه تأثير عليهن تهجرهن لك أن تهجرهن حتى يتبن إلى الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ يقول السائل ما الحكم في الذي يفطر على الدخان وهل صيامه صحيح أو غير صحيح وجزاك الله خيرا هذا بالحقيقة ضر نفسه دخان ضار سم قاتل شر فهو ضر نفسه بهذه المادة الخبيثة بعد عبادة عظيمة يفعل معصية هذا لا يجوز لا يجوز شرب الدخان لا يجوز حرام أبدا دائما ولكن شربه عند الإفطار هذا أشد تحريم لأنه بعد عبادة وبعد صيام ووقت استغفار ووقت توبة على المسلم المبتلى بالدخان يترك لله عز وجل وأن يتوب إلى الله يتركه خيرا له في دينه ودنياه خيرا له في دينه لأنه يترك حراما قاعة لله عز وجل وخير له في دنياه لأنه يحافظ على صحته ويتجنب المرض الذي يجلبه الدخان له فالواجب على المسلم يكون عنده عزيمة ويكون عنده قوة ويترك هذه العادة السيئة القبيحة التي لا خير فيها نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم تنظيف الأسنان في نهاي رمضان بالفرشات والمعجون لا بأس بذلك أنه ينظف أسنانه في النهار بالمعجون أو غيره ولكن يلفظ يلفظ المخلفات والمعجون لا يترك شيء يذهب إلى حلقة يلفظه نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ يقول السائل الشعر الذي على الخدين عند الرجل هل هو من اللحية وهل تجوز إزالته وشعر اللحية تحت قبضة اليد هل يحلق أم لا اللحية معروفة في لغة العرب هي ما ينبت على العارضين ما ينبت على العارضين وعلى الذقان هذه هي اللحية ما ينبت على العارضين بجانبي الوجه وما على الذقان وهو أسفل الوجه ملتقى اللحيين من أسفل الوجه هذه هي اللحية وأما ما ينبت في الخد بعيدا عن العارضين ما ينبت على الخد بعيدا عن العارضين فنبس بأخذه وإزالته لأنه ليس من اللحية ولكن الغالب والحمد لله أنه ما ينبت في الخد شيء هذا هو الغالب لكن لو قدر بعض الناس ينبت في خده شعر فلا هو أن يزيله لأنه ليس من اللحية أما اللحية فتترك على ما هي عليه ولا يقال أنه يأخذ ما زاد عن القبضة هذا غلط هذا غلط الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحية وإعفائها وإكرامها وإرسالها فلا يجوز التعرض لها بقص أو بحلق بل تترك على هيئاتها لأنها جمال ولأنها كمال للرجل وفارقة بينه وبين المرأة فيتركها على ما هي عليه ولا يتعرض لها بقص أو بنتفن أو بحلق أو غير ذلك من العبث من العبث للحية نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ يقول السائل جئت قبل سنتين وتخلفت في مكة لتأدية فريضة الحج ويوم التروية أنا قادم من جدة وأنا محرم أخذتني الشرطة في هذا اليوم وسفرتني هل علي فضي أم لا إيش يقول السائل جئت قبل سنتين وتخلفت في مكة لتأدية فريضة الحج ويوم التروية كنت محرم وأنا قادم من جدة أخذتني الشرطة في هذا اليوم وسفرتني إلى البلد هل علي فضي أم لا ليس عليك فضية لأنك في حكم المحصر أنت في حكم المحصر لكن عليك نعم ماذا يقول جئت قبل سنتين وتخلفت في مكة لتأدية فريضة الحج ويوم التروية كنت محرم وأنا قادم من جدة أخذتني الشرطة في هذا اليوم وسفرتني إلى البلد هل علي فضية أم لا يسأل عن الفضية نعم عليه فضية فضية الإحصار لأن هذا محصر فعليه أنه يحلق رأسه إذا حصر ومنع يحلق رأسه يذبح فضية ويتحلل من إحرامه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حلق رأسه وذبح الفضية وتحلل من إحرامه هذا ما يعمل قال تعالى فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي فعليه فضية نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ لكن يذبحها في مكة الفضية يذبحها في مكة يوزعها على الهقراء وإن كان لا يقدر على نبح الفضية يصوم عشرة أيام نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكو من مات في حادث سيارة مؤمنة تأمين الإجباري فدفع لأهله مبلغا كبيرا من مال التأمين السؤال هل يجوز أخذ هذا المال وجزاكم الله خيرا يأخذون قدر الدية قدر دية القتيل يأخذون قدر دية القتيل نعم هذا حقهم نعم ترجمة نانسي قنقر